موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام تحية لكم أينما كنتم والتغطية مستمرة من قناة سهيل الفضائية ولعلها خاتمة هذه التغطية في الذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير سمرت تغطيتنا معكم لأيام مشاهدين الكرام الثورة روح والثورة بركان والثورة حركة مستمرة وأهداف نبيلة يناظل الثوار من أجل استكمالها واستكمال تنفيذها كما هو معلوم مشاهدين الكرام مع انطلاقة ثورة الحادي عشر من فبراير خرج الشعب بجميع فئاته ومكوناته وتشكيلاته مؤيدين لأهدافها النبيلة ومطالبين بها وضاغطين من أجل تحقيقها والقبيلة جزء لا يتجز من الشعب اليمني القبيلة لعبت دورا كبيرا في إنجاح الثورة والمساهمة فيها ودفعت بأبنائها عزلا إلى الساحات وضغطت بوجهائها مع أهداف الثورة وتحركت بجميع النواحي من أجل تحقيق هذه الأهداف واستمر دور القبيلة اليمنية بهذا الشكل إلى أن جاءت بعد ذلك انقلاب الميليشيات الحوثي بعد أربع سنوات من ثورة الحادي عشر من فبراير عندها تغيرت الأمور وسقطت حقيقة أو على الأقل رمزا بعض القبائل وضعفت البعض البعض الآخر وانشطرت القبيلة اليمنية ما بين مؤيد وما بين معارض ما بين شراء ولاءات ثم ما بين رجال المواقف إلى أن جاءت وتشكلت المقاومة الشعبية وكان للقبيلة دور جديد وبارز في تشكيلها ثم بعد ذلك انضوات وانخلطت ضمن إطار الجيش الوطني وسلمت زمامها إلي لتعودها وتلعب دورها في الوجاهة في الإسناد وما زالت بعض القبائل حتى الآن تحارب وتواجه المشروع الحوثي بمفردها ولعلنا هنا نشير ونوجه التحية إلى قبائل حجور التي تخوض هذه الأيام حربا ضد الميليشيات الحوثية وتسطر انتصارات وتضرب أروع البطولات اسمحوا لي مشاهدين الكرام ونحن اليوم نتحدث عن القبيلة من الثورة إلى المقاومة هذا الموضوع سأناقشه مع ضيفية الكريمين العزيزين هنا في اللوستوديو شيخين من وجهاء مشايق اليمن الشيخ محمد البخيتي أحد وجهاء ومشايخ محافظة دمار شيخ محمد أهلا وسهلا ياكم الله أهلا بكم والشيخ صالح الأنجاف العبيدي أحد وجهاء ومشايخ محافظة مارب ومستشار وزارة الأوقاف الشيخ صالح أهلا وسهلا بكم حياك الله إذن مرحبا بضيفية الكريمين أنا أرحب بكم وأهلا وسهلا لو بدأت معك شيخ محمد البخيتي وأنت أحد وجهاء ومشايخ محافظة دمار أنت قبليا شيخ معروف ثائر أيضا من ثوار 11 من فبراير مقاوم الآن يعني ما الذي يجعل القبيلة اليمنية حاضرة مع كل المتغيرات التي تحصل في اليمن؟ نعم القبيلة اليمنية هي النواة لكل مكون موجود على الساعة اليمنية سواء كان مكون سياسي أو ثقافي أو عسكري أو في كل المجالات وبالتالي من الطبيعي أن تكون القبيلة حاضرة في كل المجالات هذا الجانب الجانب الآخر أن القبيلة اليمنية هي التي نستطيع نقول أن هي التي تصنع المواقف وهي التي نوعا ما تسير الحياة سواء السياسية أو العسكرية من ناحية أيضا من ناحية الاقتصادية الشعب اليمني ليس كباقي الشعوب تستطيع تقول أن القبيلة هي التي تقوم الناحية الاقتصادية من ناحية منتجاتها الوطنية سواء على مستوى الزراعي أو على المستوى الصناعي أو لا فالقبيلة اليمنية هي موجودة في كل شيء والقبيلة اليمنية هي الحاضرة في مقدمة كل شيء ليس استهجانا بالحاضرة اليمنية أو بالمدينة وسكانها وأبنائها وإنما هو الواقع القائم لا يوجد مكون في أي مدينة إلا ينتمي إلى القبيلة اليمنية قد ربما بعض المكونات وهذه تدعى إذا سمعت يقولوا بيت فلان فهذا معنات أنهم إما قد ضربوا في التاريخ وهم يتوالدوا في المدينة حتى نسيوا من بعهم الأصلي وإما أنهم كانوا من أصول من بقايا من حكموا اليمن فلا غرابة أن تكون للقبيلة اليمنية حاضرة في الثورة وتكون للقبيلة اليمنية حاضرة في المقاومة وتكون للقبيلة اليمنية حاضرة في كل المجال طيب يعني لا يمكن الجزم بأن القبيلة اليمنية شيخ صالح تلعب الدور الصحيح في كل الأحوال هناك تمايز هناك مسميات قبالية مختلفة هناك تفاوت من فترة لأخرى ربما اليوم بعض القبائل التي شاركت أو المسميات على الأقل شيوخ القبائل الكبار الذين شاركوا في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بعض أفرادهم بعض قبائلهم اليوم في صف الحوثين يعني التباين الحاصل في مواقف القبيلة إلى ماذا تعيده أولا أنا أعزي دولة الأخ معين عبد الملك سعيد في وفاة المناظر الكبير والده عبد الملك سعيد ولكون هذا رمز من رموز الثورة اليمنية ومعين من أبناء الساحة لثورة 2011 رحمة الله عليه ونقول تعازينا له ونقول لله ما أخذ ولله ما أعطى القبيلة هي صمام الأمان للبلاد والعباد بدون القبيلة لا تقوم دولة ولا تبتني حضارة القبيلة عندما أتت قبائل ليمن للساحة للثورة ثورة 11 براير أتت بجميع مكوناتها مشايخها وأفرادها وتجارها وتعتبر ثورة 11 ستمبر 2011 11 فبراير 11 فبراير تعتبر ثورة جامعة لكل أطياف الشعب اليمني من قبائل من مشايخ من جيش من قادة من قضاء من علمة من صحفيين من جامعيين من دقاترة من مختلف فأات الشعب اليمني فهذه ثورة شعبية ولكن حدث ما حدث لم تعد الثورة وقادتها استراتيجية لما بعد سقوط عليه عبدالله صالح فكان فيها إهمال أو أن الأمور انتهت بسقوط الرجل لا وزاحتها من الدولة ولكن أتت الأيام الريح ما لا تريدها السفن القبيلة هي أنا أعكد لك بأن القبيلة هي التي تحسم المواقف في اليمن ولا وعادات القبائل وأسلافهم وأعرافهم هي عادات حميدة ولكن جاء نظام ولا استطاع أن يجيب لنا نظام وقانون نعم لا بس لا استطاع يجيب لنا نظام وقانون ولا استطاع أن يسلم القبيلة شرة ولا استطاع أن يسلم القبيلة شرة القبيلة هلها عادات وتقاليد ونأخذ من العادات والتقاليد العادات الحميدة المرصغها في القبائل شوف قبيلة جرهم عندما أتت إلى مكة وأتت إلى هاجر وولدها إسماعيل ما قالوا نحن قبيلة جرهم نشرب الماء قالوا يا هاجر اعطينا الماء وشلي ثمن وعندما أسكع وشل الثمن قالوا هل نعرض عليك الحماية نحماك ونحما ماك وبلدك وتعتبرون منها وافقت القبيلة هلها أسلاف وعراف القبائل اللي من لولا القبيلة لوجد جيش وطني والدليل على ذلك مطارح أبنى مارب في نخلة واليمن صقط وشله الحوثي ومن معه وشياطي الحوثي ولكن صمدت القبائل وقفت القبائل برجالها بسلاحها بذخائرها بإمكانياتها وقفت وقوف الأسود حتى أتت أبنى أليمن من كل حدا بصوب وأتى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأصبحنا اليوم الآن الحمد لله فضل من الله ونصر من الله سبحانه وتعالى إن المقاومة في كل محافظة في كل عزلة بانقول اليوم بانقول في كل عزلة والجيش الوطني في كل محافظة كنا في مارب نتقاتل في خمسمائة متر واليمن انتهى كلها العاد حد مننا يتملق ولا يزود ولكن لا نعتبرها مننا بل نعتبر أننا أن أبنى مارب ثبتهم الله سبحانه وتعالى ودعوا أخوانهم من أبنى أليمن وأتوا أبنى أليمن من كل حدا بن وصوب لا حد يقول أن يجهل حقها أتوا أبنى أليمن من كل حدا بن وصوب وقاتلوا في مارب ولا بيت في الليمن ولا أسرة ولا قبيلة منهم قدمه شهيد ولا جريح ولكن هذا نصر من الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك الآن ستتغير الموازين وأنا أكد لك شوف أنت فاضت قبيلة السوداء وخارف إلى جانب قبيلة حجور يعني هذا يعتبر مكسب كبير ونصر عظيم الآن سيصبح الإنقلابيين مهزوزين لولا وقوف بعض القبائل معهم اشتروهم أو استغلوهم لقد انتهوا بأسرع من ذا الوقت طيب ولذلك هذه النقطة فعلا مهمة الثورة إلى أي مدى اعتمدت شيخ محمد الثورة على الجانب القبلي أيضا ثم أن الثورة المضادة التي حدثت ركزت على القبيلة التي وقفت مع الثورة وقمت بضربها ثم اعتمد الحوثيون بعد ذلك على القبيلة أيضا في انتشارها وكأنني أجد الجواب في آخر السؤال الثورة اعتمدت على القبيلة بجانب كثير كانت شعلها الأولى طبعا دائما هكذا الثورات تكون شعلتها الأولى هي المثقفين وكما حدث في فبراير كانوا طلاب الجامعة هم النواة الأولى للثورة وهم الذين بدأوا طرحوا أفكار الثورة وأهدافها ومآلاتها وبالتالي القبيلة عندما وجدت أن الثورة ستكون ناجحة ولها أهداف واضحة وأهداف نبيلة وستنهي حقبة من الزمن تكاد مظلمة في تاريخ اليمن حقيقة تجاوبت وكان لها أثر كبير جدا ثم للأسف الشديد حصل نستطيع نقول أنه تصادم مصالح عند بعض القبائل وكان علي عبد الله عندما استسلم لضغط الشباب وضغط الثوار من كل مكوناتهم بعلماءهم بضباطهم بعساكرهم بنى حيلة وللأسف الشديد الحيلة هذه هي التي أوصلته إلى حتفة فهو ضل متمسك ببعض الخيوط وبعض القبائل وكان يوهمهم أنه الثورة ستنزع مصالحكم وستنهي مصالحكم وستنهي نفوذكم وما إلى ذلك فللأسف الشديد كانت الثورة المضادة أو نستطيع نقول الدولة العميقة هي التي أثرت ثم بعد ذلك جاءت حسابات نستطيع نقول دولية ونستطيع نقول داخلية أثرت على جانب من القبائل بتأثير الخوف من المستقبل أو فقدان ما هو موجود شخصي وليس للصالح العام فكانت القبيلة هي التي نصرت الثورة وإنشأتها بدعمها للطلاب والمثقفين وهي التي للأسف الشديد خذلتها وأدخلت مكون من المكونات إلى أن سيطرت على مكونات البلد بكلها ولم تكن هي القبيلة الحقيقة التي وإنما هي التي تراخت القبيلة تراخت والآن كان فضل من الله سبحانه وتعالى أن هذا المكون هو الذي أوجد نهايته بذاته لأنه لم يرعاه لا حرمة ولا عادة ولا تقاليد ولا ما تعرف عليه في الحروب صحيح هذه نقطة مهمة طيب نقولها للشيخ صالح يعني عندما ساندت القبيلة الثورة ثورة الحادي عشر من فبراير ظلت محتفظة بقيمها محتفظة بمبادئها بأخلاقها لم تفجر البيوت الخصوم القبيلة كان بإمكانها أن تتمرد كان بإمكانها أن تتخذ الكفاح المسلح وهي ترى أبنائها يقتلون في تساحات لكن أنا عندما أقول القبيلة لعلي أشير إلى نحن أمام قبائل متنوعة في اليابن وأصبح المسألة هناك قبائل لها مبادئ وهناك ربما قبائل تبيع وتشتري لا أدري كيف يمكن معالقة هذا الأمر لكن عندما جاء الحوثي شيخ صالح استخدم القبيلة وللأسف استخدمها بعيداً عن كل الأعراف التي عاشتها لعشرات السنين كيف تحولت القبيلة بهذا الشكل شوف الحوثي أتى على طبخة جاهزة فيه قبائل كانت مظلومة في عهد النظام السابق نحن العاد نتكلم على علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح قدو عند ربه ولا ندل علي عبدالله صالح هو من التاريخ لا يمكن تقاوزه نحن هنا نتحدث حقبة تاريخية حقبة تاريخية بعض القبائل كانت مظلومة في عهده وكانت مهمشة وكانت مقهورة وهو أغلب قبائل الشمال الحوثي الحوثي أتى بأنه المنقذ للشعب وأتى وقال الجرعة وأيضا هو وقع الجرعة وقال الجرعة وأسكاط الحكومة الحوثي خايب الشقاء ومقطوع الرجاء إلى الله دله يوم أسكاط الحكومة والجرعة وانسحب كان ذا الشعب صفقلة صفقة شيطان الشياطي ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف أن الحوثي مش على حق فالله أعماها السبيل وظل عقله وظل المأيدي له المصفقين ووصل إلى ما وصل إليه واتهور أنه بايشن للحكم بالقوة في اليمون القبيلة كان طمع القبيلة بالذات الذي أتابهم من شمال البلاد أنه بايسكيهم عن غداق فعندما وصل الحوثي وتمكن حانهم وذلهم وأول ما رجع عليهم القبائل اليمن كلها قبائل شرفة قبائل عزة قبائل ثوار قبائلها الحقوق يعني منذكر ثورة 48 كان بطل من أبطالها الشيخ علي ناصر القردعي من أبطال الثورة من الذي أرخص وأعطار حياته في سبيل الثورة قبائل اليمن قبائل متماسكة لا نقول فيهم مصلحي ولا خائل ولكن كان الحوثي وبالذات زي ما قلت لك قبائل شمال اليمن بأنهم كانوا مظلومين من النظام السابق ومظهودين وهكذا فاستغلهم الحوثي على هذا وأتابهم ومناهم بالأماني ولكن الناس عندما وصلت أنا أتذكر لك رجل جاءنا إلى مارب ومعه 30 نفر وقلنا واشبك جاي عندنا وحنا معادل باكم وحن ضياقة فيه وقت فيه ذبح وفيه من ناس قال كم قد أديته مقاتل قلنا أدينا 80 رجال قال أشلالكم تدون ألفين ولا تقبلون الحوثي قلنا ليه قال أنا كنت من المصف قيل واليوم قد نيش أهرد وجاي باقاتل معكم بنفس طيبة في الناس اغتروا اليمنين اغتروا من ما لاقوا من نظام فاسد نظام عصابة نظام أطلع حفنها من الشعب من العصابات والسرق والما في أولى في لفهم وساهم سادح على البلد وهاني الآخر فأتت إليه لكن بعض القبائل أكثر القبائل يعني معاد انظرت لهذا الكلام ولا دورت لهذا الكلام وقع سمود الرجال وأبناء اليمن فلا ما لقوا من يسندهم في مناطقهم ما يلقوا المسند في المناطق حقهم ولا أبناء اليمن كلهم شجعان وثوار وأكدلك من الآن بأن القبائل القبائل هم الجيش الوطني القبائل هم المقاومة القبائل هم المقاتلين كل أبناء الشعب اليمني قبائل مركب على قبائل لا ته لا حد يجيب لي كلام ذا الحين أن اليمن فيه منطقة ما فيها قبائل ولا محافظة هذا كله أو بالمقابل أيضا الحوثي يتحدث عن القبيلة وإسناد القبيلة ودعم القبيلة له هذه برضو واحدة من التواجن والإشكالات التي نعاني القبيلة أكد لكم هالذي بات تحزم المعركة وسات تحزم الحوثي وساتوليه مثل ما هزمه غيره مثل القبائل من حبلها ولا تقول أنه بات يشتريها مهما كان بحقه ولا بالإمكانيات واستلم إمكانيات شعب إمكانيات دولة عمرها 53 سنة دولة مصت دولة وأكلت دولة ولفلفات إمكانياتها وجاء الحوثي ومصها كلها سلموها لها خايبين الشقاء ومقطوعين الرجاء بجيشة وإمكانياتها ومستودعاتها وبنوكة وكل شيء ولكن أكد لكم أن الحوثي الآن إنهاية تقليلة وأننا ندعي من هذا المنبر قبائل اليمن الشرفاء الشجعان الذين يعول عليهم شعبهم بأن يهبون حبة رجل كما حبة قبائل حجور كما حبة قبائل السوادية وفأهم من قبائل حاشد قبيلهم بيطن من بطون حاشد دل أربعة الآن عذر هم الآن هابين ولا هي إلا هبة الرجل إن واحد وسينتهي الحوثي بإذن الله وعصاباته اللي معه الكون أكثر قواته الآن ومعتمد على من معه من خايبين الشجع ومقطوعين الرجع سنأتي إلى الهبة القبالية التي أشرت إليها وسنستكملها أكثر معك ومع ضيفين هنا طيب شيخ محمد القبيلة هي بالأخير تركيبة معينة تركيبة تعتمد على الرجال تعتمد حتى على المال تعتمد على ما تمتلك من السلاح أداء القبيلة في الظروف الطبيعية يختلف عن أدائها في أوقات الحرب خصوصا أننا نلاحظ شيخ محمد أنه مجرد ضرب هذه القبيلة أو هزيمتها يمكن إحداث تغيير بنيوي فيها وتنصيب شيخ من أبنائها ثم تسير أمورها تقريبا على الأقل هذا ما لاحظنا بعد دخول الحوثي هذا وارد لكنه لا يؤثر على القيام وأخلاقيات القبيلة التي اعتادتها قد يحصل هذا آني وقد يحصل تحاشي للإهانة القبيلة هي تحاول أن تحافظ على ذاتها تحاول أن تحافظ على هيبتها أيضا تحاول أن تحافظ على الوطن والإنسان على الأرض والإنسان فقد ينصعوا أحيانا لبعض الأمور وبعض ما يدخل على القبيلة لكن أنا أكدرك أنه لا يمكن أن يحدث تغيير دلوجي في تركيبة القبيلة مهما كان لو ضربنا مثلا أنه في قبيلة من القبائل كان لها مشايخها وكان لهم صورتهم وجولتهم وقد ربما جاء من يقول لا سنستبدل هؤلاء المشايخ بمشايخ آخرين سيكون الأمر مؤقت لأن القناعة لن تكتمل ومن يأتي هو يفهم أن ما حصل لمن قبله سيكون عليه الجانب الآخر أنه طبيعي أن يحصل التحول من أيام السلم لأيام الحرب مثلا القبيلة في أيام السلم تتداعى ليس غير الأمور وكبائرها وتجتمع وتجمع رأيها فيما لا قد تتوافق عليه أهواءهم لكن رابط القبيلة ورابط الأخوة يدعوهم إلى ذلك وفي أيام الحرب الظروف وملابسات الحرب تجعل من القبيلة أن تحسب ألف حساب فكما تفضل ولذلك يجتمعون أيام يجتمعون بشدة أيام السلم ويفترقون أيام الحرب لا 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 ليس هذا اسمح لي أنا أريد أن لا 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 يمكن أن يفترقوا تظل القلوب مع بعضها القبائل اليوم شيخ محمد كلها ربما منقسمها القبائل اليمني شيء طبيعي إلا ربما النادر شيء طبيعي إذن الحرب حصلت وحصل الانكسام طبيعة البشر لكن اسمح لي الآن تلاحظ أن حجور قاومت لسبب أو لآخر حجور تحدها حاشد بشكل عام من الجهة الشرقية وشيء بسيط ربما في الشمالية الشرقية ما الذي حصل عندما وجدوا أنه حصل الضيق أو الضغط على حجور بدأت إذر تنتفذ معها إن إذر لا تتفق مع حجور الخلاف قائم بينهم دائما وربما بينهم ثالث فالذي حصل في هذا اليوم إن أنها تناست هذا الجانب الجانب الآخر أنا أضرب لك مثل بسيط جدا حصل أنه بعض الشخصيات كان كاد أن يضطهد في قبيلته فتداعت القبيلة لأنه لا يمكن أن يضطهد شخصية بهذا الحجم مع أنه المظهر أنه مكرهه فتآذروا حتى أنهم أخرجوا وكانت التهمة في شخص معين أنه هو من أدلوني من الأسماء وكذا إنه هو من أخرجه فيه قبيلة أخرى على الطريق بينهم ثالث ولا زالت المقاتل بينهم قائمة عندما أرادوا الحوثين أن يرسلوا على هذا الشخص وقبيلته وقريته وكذا كان أول من تصدى لهم خصومه إذن القبيلة لا زالت متماسكة القبيلة لا زالت محتفظة بعاداتها وإخلاقياتها وثقافتها والاعتزاج بالنفس ولكن المشكلة فيما قلت لك أنه الخصم لا يراعي إلاً ولا دمه لو أن الحوثي دخل على القبيلة وترك المسجد وترك البيت وترك المدرسة واحترم المحارب كان تجاوب مع كل ربما تغير الأمر نعم وكان هناك واقع آخر طيب شيخ صالح علاقة القبيلة أنا عندما أشير القبيلة هنا أتحدث عن كل قبائل اليمن يمكن أن أتحدث عن القبائل المنضمة اليوم الشرعية والقبائل التي انضمت إلى الحوثيين وهناك مسميات موجودة ويقدمون من أبناء القبائل عدد الكبيرة قتلى ربما أبناء القبائل في صفوف الحوثيين أكبر من القتلى السلاليين علاقة القبيلة بالدولة لماذا ربما تنازع الدولة في وقت السلم وتساند الدولة في وقت الضعف شوف القبيلة هي إلا نازعت الدولة هي تنازع الدولة بمطالب وحقوق فلو يا ريت نحن نبقى نزاعنا نحن والدولة الدولة من هي الدولة هي القبيلة هي من الشعب يعني كل واحد مسؤول رئيس اليومهورية وأصغر مسؤول كلهم ينتمون إلى قبائل وصاروا قبائل وكل منهم يفتخرب قبيلته لا تفكرن حد منه طيب هناك الشيخ صالح من يرى أن هذا الربط سلبي وليس إيجابي لحظة لحظة جزيرة العرب جزيرة العرب مكونة على قبائل جزيرة العرب كلها مكونة على قبائل وقبائل من هم القبائل؟ القبائل قبائل للعرب على مشايخ على أمره على ملوك والشعب شعب العرب على قبيلة كان الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه يكتب إلى شيخ القبيلة اسلم تكسب أجرين أجر إسلامك وأجر إسلام قومك في الإسلام والرسول قال انزلوا الناس منازلها ما قال حطوهم زواء انزلوا الناس منازلها كبار القوم كبار قوم الآن المشايخ اللي يصنعهم الحوثي اللي يصنعهم الحوثي ويزيل المشايخ اللي من التاريخي الحقيقي اللي بعضهم له أربع أربعمائة سنة وهو شيخ ابن شيخ ابن شيخ لا استطيع طيب مثلا في أي قبيلة معروفها القبيلة القبيلة اللي حنا نتعرف الشيخ من شيخوه قبائلة ومن أتو أبناء المحافظة والقبائل المجاورة وشيخوه الشيخ من نصبوه ربعة وعطوه بعمامة المشيخ وقالوا هذا شيخ القبيل الفلاني تات القبائل وتجد الأعمام حمين وتقول هذا شيخ ألبو فلان يعممون المشيخ اللي يصنعهم الحوثي أو يصنعهم النظام أو صنعهم نظام سابق عندما ياتون إلى المشيخ الحقيقيين وياتون إلى المواقف القبلية يذيبون كما يذيب نقس الملح في الماء القبائل على أسلاف وعراف القبائل في الإيمان هم نواهل الخير وليس نواهل الشر صح من فيه الناس ما تخلع صابعك ما يسوى ما تخلع من شياطي القبيلة ومن فيها وفيها وهنا وهنا ولكن الأغلبية في القبيلة صالحة ودعاة خير ليس دعاة شر ودعاة بناء ليس دعاة هدم ودعاة أمن ليس دعاة خوف ودعاة نظام ليس دعاة فوضى ولكن عندما تشوف مثلا عندما تشوف نظام فاسد لابد ما القبيلة تستنفر والناس الشرفة تستنفر وتدعا ويدعون المثقفين والدقاترة والجامعيين يصيغون أهداف ومبادي لأي تمرد أو لأي ثورة مثلا ثورة 11 ربراير يعني ما أتت صدفة أتت الحراك الجنوبي من 2007 مستمر الحراك الماربي من 2009 الحراك التهامي الحراك في مختلف المحافظات يعني الحبة الشعبية الحبة الشعبية في كل في حضر موت في كل مكان يعني أبناء اليمن يعني شافوا نظام فاسد لا راعى فيهم لا ذمة ومن حلف زاد في الطغيان والفجر يجيبون هو يعطي اليمين ولكن اليمين هذه اليمين يعطي يمين أنه لا يبقي لا قليل ولا كثير وأن يمشي في نحب الخيرات وذلال الشعب المشكلة هنا يعني أن أحنا القبيلة تبع نظام نظام وقانون تبع أمن واستقرار تبع بناء تبع نظام يطبق على الكبير والصغير تبع قانون يطبق على الكبير والصغير نتحاسب مواطنه متساوية لا ذا من القبيلة الفلانية وذان من المنطقة الفلانية تبع نظام يطبق على الجميع سياسة الماضية اعتمدت على إحداث فرقة وإخرى بين القبال أي بين القبال القبيلة تريد نظام تريد دولة صادقة تريد دولة أمينة على خيرات الشعب تريد دولة صافية من السرق من تفعين من الكذابين من المنافقين تريد القبيلة تريد دولة والقبيلة ساتنجر وأنا أكد لك من هذا المنبر وأقول لك إن أبنا أقليم سبا إنهم أول من يسلم الأسلحة إلا جاءت دولة نظام وقانون ودولة عدل ومساوى ومواطنة متساوية وكنا متساوين أمام القضاء وأمام القانون ولا فرق بين زيد ولا عمر إلا بالتقوى وبالعمل وكل واحد يصبر على ما الله أعطاه وساتبتني دولة لليمن مستقبلا دولة التحادية من ستة أقالين دولة خير دولة سعادة ثورة 11 ستمبر 2011 أتت بالخير لليمن لا حد يزايد عليها ولا طوالي الألس اللي يقولون ياريتها ما قامت قامت ثورة بعد عصابة مافيا هيمنت على البلاد والعباد ونهبة مقدراتها وغيراتها من دولة يتبهجون بها الحياة في مختلف الدول العالم ويتبهجون بها والشعب اليمني مات جوع جابت بادرة خليجية جابت عبد ربه منصور هادي ريس جابت معتمر حوار وطني جابت دولة التحادية من ستة أقالين الأخ الرئيس القايد المقاوم عبد ربه منصور هادي بذل للشعب الذي ما بدلها خيره ومتحمل من أجل شعبه كل المآسي ولكن لا يفنيه عن ما أعطى اليمين أمام شعبه ونقول له قدس المسيرة وأبناء اليمن معك كبيرهم وصغيرهم وحتى نوجد دولة نظام وقانون دولة عدل ومساواة دولة مواطنة متساوية دولة خير والقبائل هم رمز الثورة ورمز الدولة وسيكونون الآن نبات دولة تجي والقبائل ساتسلم للدولة وساتطيع الدولة إذن هذه علاقة القبيلة بالدولة مع وجود الدولة القبائل تسلم تسلم طيب فلما تكون الدولة نفسها هي التي تحاول أن تضرب القبيلة بقبيلة يحدث ذلك الفوضى طبعا الآية القرآنية حتى نصححها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرهم وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدنا ثم نعود لنسلط الضوء أيضا على القبيلة من الثورة إلى من الثورة إلى المقاومة هل ما زال هذا الشعر لتعارفوا هو الحاصل أبعا أنه ربما هناك تناحر أيضا تغذيها القبيلة بشكل أو بآخر معاك التأكيد على أن في كل معركة هناك حق وهناك باطل فاصل قصير ثم نعود مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وتغطيتنا في الذكرى الحادي عشر من فبراير هذه الليلة عن القبيلة من الثورة ثورة 26 ستمبر ثورة 11 فبراير ونحن في هذه الذكرى إلى المقاومة مقاومة المشروع الحوثي اليوم مع ضيفي الكريمين الشيخ محمد البخيتي أحد وجهاء ومشايخ محافظة دمار والشيخ صالح لنجف العبيدي أحد وجهاء ومشايخ محافظة مارب ومستشار وزارة الأوقاف وجدت ترحيبي بضيفي وأتي إلى الشيخ محمد البخيتي تعدياً لما كنت قد أشرته قبل أشرته إليه قبل الفاصل القبيلة اليوم ما الدور الذي تلعبه يعني هل هي ضمن الصراع هل هي خارج الصراع يعني كيف يمكن توصيف حالها اليوم لا حد يستطيع يقول أنها خارج الصراع لأنها من الشعب وهي الشعب والصراع في الشعب وهي جزء من الصراع وهي ضمن الصراع هي الجزء من الجانب المظلم وهي جزء من الجانب المنير فيه جناعات حصلت وربما جناعات تراكمية اسمحوا لي أن أخرج شوية عندما يحصل تعبئة لفئة معينة من الناس فيه مواقف معينة لمدة معينة وتظل هذه الفئة تعبئ 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 إلى أن يأتي لها أن تتكلم فتنفجر بما عبئت به ضد من ترى أنه ضدها مع أنه قد ربما يكون في مصر حتى لكن عندما تبدأ الأمور تتجلى تلاحظ أنه أتى الحوثي من صعده لم يقف في وجهه أحد سواء أنه مجموعة في عمران بقيادة البشيب رحمة الله عليه فمجرد ما انتهت هذه المجموعة التي كانت على عقيدة معينة انتهى كل شيء وسافر الحوثي ولم يجد أي مقامع على الإطلاق لأنه كان فيه تعبئة معينة وكان فيه توجيهات معينة وكان الناس يظنوا أن هذه التوجيهات صحيحة وأن هذه التعبئة صحيحة فعندما بدأت تتكشف الحقائق وبدأت يتكشف الهدف الحقيقي من وراء هذه الهبة ووراء هذه السرعة المريبة ووراء تسليم المقدرات الشعب بكاملها بدأ الناس يصحوا شيئاً فشيئاً تلاحظ أنه عندما كان علي عبد الله يتململ يحاول أن يخرج من النفق الذي صنعه لنفسه ولأتباعه أنه كان السبعين تمتلي تلاحظ أنه في أول يوم علي عبد الله عاد إلى رشدة وقال يجب أن نقاوم كذا أنه خرج الناس في الشوارع وكادت العاصمة تنتهي من ما هي عليه لكن بالمقابل خذلته القبيلة أيضاً خذلته القبيلة التي اعتمد عليها لماذا خذلته القبيلة؟ خذلته القبيلة لعدم تخطيط ولعدم فهو ولعدم بناء صحيح أنا لا أسمي ولكن تلاحظ أن في مكونات في الشعب اليمني استطعت أن تحافظ على نفسها وتظل متماسكة لم تتناسخ أبداً ولم تفرح لأنها كان بناءها بناء صحيح وقايم على استراتيجية وقايم على نظام معين مؤسسي واستمرت عليه بينما في مكونات أخرى كان لها صولة وجولة وكان لديها من الإمكانيات المادية والمعنوية والإعلام وكبير جداً لكنها تفككت في لحظات بسيطة جداً وكان المؤسس هو الضحية وكانت أيضاً ضحية المثال على ذلك وعلى أساس ننتقل أيضاً متداركين للوقت قبيلة حجور هذه القبيلة والمنطقة التي ظلت الحوثيين لم يستهدفوا من اليوم من 2011 من أيام الثورة وهم على استهداف مستمر لهذه القبيلة ولهذه المنطقة ربما ظلت متماسكة لم يستطع الحوثي أن يخترقها بكل الوسائل التي نجح اختراقها للقبائل السابقة واستمرت اليوم في المقاومة كيف يمكن تكرار مثل هذا المشروع؟ نعم قبيلة حجور أنا أذكر تماماً عندما حصلت الانتخابات كان لها مرشحة فكان الفوز بالنصيب مرشح معين وبالتالي حصل الفائز العكس وليس بالأصوات وإنما بالتفاوض في المحافظة فظلت هذه القبيلة على عهدها وعلى عقيدتها التي كانت عليها قد تكون قبلية قد تكون حزبية قد تكون فظلت محافظة على نسيجها الاجتماعي وعلى قوامها وحمت حدودها من 11 فبراير إلى يومنا هذا وهو كل يحاول اختراقها لم يستطع اخترقها بينما القبائل الأخرى للأسف الشديد كانت تدخل ضمن حسابات قد ربما حزبية قد ربما انتقامية قد ربما كذا وحصل لها ما حصل ولكني أأكد لك وأكد الجميع أنه بعد ما حدث في انتفاضة علي عبدالله صالح أنه كل القبائل اليمنية أدركت أنه لا نجاح ولا بقى لها إلا بانتصارها على الله طبعا الرئيس السابق علي عبدالله صالح لعب دورا كبيرا لأنه طوال 33 سنة كسب مولاءات الكثير عن المشايخ وزعماء المشايخ والبعض نتيجة للارتباط المصلح الشخصي ظل يراهن علي علي عبدالله صالح فاسقاط الحثيل علي عبدالله صالح بهذه الطريقة ربما كما أشرت جعل بعض القبائل تراجع نفسها سأتي لك شيخ صالح لكن معي الآن عبر الهاتف الشيخ عبدالله النمشة وهو أحد مشايخ ووجهات قبائل حجة الشيخ عبدالله أهلا وسهلا مرحبا بكم بغيباك وبمجاهدي مرحبا وأنت أحد مشايخ حجور الشيخ عبدالله أن نتحدث اليوم عن القبيلة من الثورة إلى المقاومة قبائل حجور واحدة من القبائل حاضرة في المشهد من قبل 2011 وفي 2011 ومستمرة حتى الآن سنأخذ منك مستقدات الأحداث ونطلع المشاهد عليها في حجور وما حواليها في كشر وما حواليه لكن دعنا نعلق على كيف نجحت قبيلة قبائل حجور وغيرها من القبائل في حجة المتماسكة الآن أن تصد التدخلات الحوثية الاختراقات الحوثية سواء بالبندقية أو بالريال كما يقال وستمرت محافظة على نفسها حتى الآن طبعا قبائل حجور من القبائل اليمنية التي تها دور في إرساء دعائم الدولة عبر الساريخ اليمن سواء حديثا أو ساريخيا أو حديثا وقبائل حجور في هذه اللحظات وفي العجلة هذا ضلت متماسكة من 2011 في مواجهة هذه الميليشيات و2012 في معركة آهم البعر ولد الجميع واستطاعت أن تصد هذه هذه العصابة وتذحرها من مناطجها واليوم أيضا القبيلة حجور متراصة وكما بينها وتشكل يعني حزام خبير وصد لهذه الميليشيات لأنها متماسكة وابناءها كلهم متماسكين سواء في عرض بالنظر عن انتماءاتهم السياسية أو القبلية ونبضوا الخلافات والجبار بينهم ووقفوا صفا واحدا في واجهة هذه الميليشيات الإيرانية التي تريد أن تقترج هذه القبيلة طيب شيخ عبد الله يعني ما آخر مستجدات الأحداث في حجور في كشار في المنطقة في عذر في غيرها من المناطق ماذا لديك من معلومة المستجدات اليوم وأمس برض العشوائي بالحاونات وبالطواريخ وبالمدفعية على المناطق الآهلة بالسكان وعلى مساكن الناس في منطقة العب بيسة خاصة وما جاورها والأحداث الآن التبائل تصد هذه الميليشيات على حدود كفر في منطقة الشاعي بني ريبان وقد أبلوا بلاءا حسنا جميع أبناء كبائل حجور في صد هذه الميليشيات وإجبارهم على التراجع أما مسألة عبر فنشكر عبر وعلى رأسهم مشايخ طالح سودة وكل مشايخ عبر نتمنى أن يقفوا مع الشيخ طالح سودة ومن كان بالإصطابة ضد هذه الميليشيات ونطالبهم الجميع بالوقوف صفا واحدا والإسحام في الجبهة حتى تبعر هذه الميليشيات من منطقة عبر وغيرها من مناطق الحاشد وصولا إلى أمران إن شاء الله قريبا شيخ عبد الله النمشة أحد مشايخ وجهة قبيلة حجور كنت معنا شكرا جزيلا لك شيخ عبد الله أشكرك جزيلا شكر وأعود إلى الشيخ صالح لالجف العبيدي أحد وجهة مشايخ محافظة مارب سشار وزارة الدفاع شيخ صالح القبيلة اليوم في حجة تقول لليمن واليمنيين والشعب وللتحالف حتى أنها قادرة على أن تعمل شيء في ظل هذه المعادلة القبيلة اليمنية تخاف وتخشى من الخذلان خذلت القبيلة اليمنية وقد انتفضت في أكثر من مكان لعلها انتفضت في ريمة وخذلت وانتفضت في إب سواء بشكل قبلي أو بغيرها وخذل في أرحب في عتمة في عتمة عفوا في عتمة وفي أرحب يعني مستعدين القبائل أن ينتفضوا في وجه الميليشيات الحوثية لكنهم لا يملكون سلاح دولة حتى يواجهون بها الحوثيين لفترة طويلة ولا يمتلكون إمداد ولا علاج يعني إذا قلنا لهم انتفضوا يقولون لا تخذلونا أولا القبيلة أنا أدعي من هذا المنبر لأخ الرئيس والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على راسه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهل سعود ملك العرب أمير المسلمين زعيم القرن الواحد والعشرين ملك الصالح أن يدعمون قبائل حجور وقبائل عذر في حاشد وكل القبائل وكل القبائل اللي بات انتفض أما القبائل نقول لهم من هنا أن الشرعية معهم والتحالف معهم ولا بيتخلى منهم وسيدعمهم بكل ما نملك بكل ما يملك الحكومة الشرعية والتحالف العربي القبائل يعني أنتوا جبتوا كلمة قبائل أبا أعود لها القبائل خذلت علي عبدالله صالح القبائل ما خذلت علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح اللي يخذل نفسه اعتمد على مشايخ وبنى له مشايخ وركزهم مشايخ وهم مالهم قواعد بين قبائلهم فهو اللي يخذله وخذلهم وأركنهم وقال الشيخ لا عادي يخايل قبائله يبني فلوس وعندما يحتاج قبائله ومع فلوس بايجيب الناس حتى من غير قبائله بايجيب لها ناس وهذا اللي خذل علي عبدالله صالح وخذل من معه لحتى الحذي انتصر عليه علي عبدالله النظام السابق لا عادي ندوي فيه علي عبدالله صالح الله يصيب الشيطان النظام السابق حارش بين القبائل وفكك القبائل يبان هاية القبائل بانه عارف انهم القبائل هم اللي يسكتون الحكم ويقيمون الحكم ولا خلا بيت ما هو يرمي بيت في اليمن ولا قبيلة ما يتقاتل قبيلة ولكن عندما اتى الخطر وشافت القبائل في مارب الضرورات والمصيبة واصلة نسيوا الثارات ونسيوا كل ما بينهم وتجاوزوه وقال الماضي ندعسه ونحن عيان اليوم ونستطف في وجه الحوثي وانا قلت في اكثر من تصريح قلت الحوثي قدمنا خدمة علي عبدالله صالح كان يحارش بيننا والحوثي قدمنا خدمة وحدنا وان شاء الله ان احنا متوحدين وقبائل اليمن قلنا ادعيها انت توحد وانت زثارات اللي بينها وانت ارجع قبائل اليمن وانت اتجه الميادي البطولة والشرف وانت حسم المعركة تحسم المعركة بامكانياتها والدولة ما باتبخل عليهم والتحالف العربي ما بيبخل عليهم وما بلا وين حمران العيون بيادي للبطولة والشرف والحوثي ايامه قليلة الحوثي لعب على اكثر الناس على قلالين العقول حد قال بايسيه شيخ اليمن حد قال بايرفعه مشايخ اليمن معروفة وكلان يعرفها العالم العربي يعرف مشايخ اليمن الحقيقيين التاريخ العربي والعربي كلهم يعرفون بايبني لهم مشايخ وبايسيهم بدل المشايخ الاصليين وبايجيب لهم من خايبين الشقاء وبايسيهم مشايخ وصدقوا وطب الله والقلال اللي يعقول الناس ماهم سوا وصابعكم ما يسوا فيه واحد يدور له زايد قاصر وهذا ما يبطي وفيه واحد يقاتل على عقيدة وعلى شرف وعلى مبدأ وعلى هدف يقاتل من اجل دولة لليمن يقاتل من اجل سعادة اليمن يقاتل من احنا مشروعنا احنا فرض علي الشرعيه الحرب فرض علينا الحرب ونحن فرض علينا الحوثي معنا بدعات حرب الشرعيه ليس دعات حرب احنا ودعات سلم ليس دعات هدم نحن ودعات بناء ليس دعات خوف نحن ودعات امن ليس دعات دبور نحن ودعات سعادة ولكن فرض علينا الحوثي فرض عليها الله المصايب وإيران ومن وراء وخايبين الشقاء اللي معاه يطبلون أنا أدعي أبناء اللي من جميعا قبائل اللي من جميعا رجالات اللي من جميعا مثقفين دقاترة شباب جامعيين صحفيين علماء الانضمام والالتحاق اللي ما يستطيع أن يقاتل في بيته كما دعيناه في السابق ولا في منطقته يتجه الميادين البطولة والشرف يسجل اسمه في مختلف جبهات اللي من موجودة بغض النظر طيب فيه قصور يمين ويسار وفيه خائب شقة بعضهم معنا داخل الشرعية مقصور عمر عادة يطمح للأيام السابقة والسرق والبلع ولكن نأكد له أن أبناء اليمن معه وأن القيادة بقيادة الأخ الرئيس المقاوم عبدربه منصور هادي معه وأن السارق أيامها ما هي طويلة سواء كان في الشرعية ومن هو مع الحوثي جواد الحوثي جواد خاسر وجواد منتهي وشعبنا النصر نع والنسيمة للحوثي والميد والخلود لشهدانا والشفاء الجرحانا والحرية للمعتقلين نصر للمقاتلين بإذن الله بقي مع أي دقيقتين سأوزعها على ضيفيها الشيخ محمد البخيتي تحريك القبائل في المرحلة الراهنة إلى أي مدى كرت ممكن استخدامه وهو كرت مهم ولا يمكن وصفه بكرت لكن ركيزة أساسية ربما في معركتنا مع الحوثيين ودعني هنا أشير وأشيد بمقاومة الحوشة التي أيضا تشكلت ما في منطقة في الظالع منطقة الحوشة هي المديرية اسمها مديرية الحوشة مديرية الحوشة مديرية الحوشة معروفة نعم فنشيد بهم ويحتاجون إلى إسناد الناس مستعدين أن يواجهوا المشروع الحوثي ويحتاجوا إلى إسناد نعم أنا أكد لك وأكد المشاهدين وهذا سيؤكده كل من سمعه أن أبناء القبائل منتفطين فقط تقرب منهم الشرعية لا يمكن لأن التجارب السابقة جعلت من الناس يتريث عندما انتفضت عثمة عندما انتفضت إب عندما انتفضت ريمة عندما انتفضت دمث عندما كل هذه الانتفاضات كانت في منأة عن الجيش الوطني والشعبية فكانت النهاية غير مرضية وبالتالي الناس تريثوا بينما الاستعداد والقبول موجود لدى القبائل ولدى عامة الشعب فقط تقرب منهم والدليل أن الحشاء انتفضت لقرب الوطنية منها حجور انتفضت لقرب الشرعية منها عذر انتفضت لأنها مجاورة لحجور وهكذا نعم كلمة الختامية شيخ صالح كلمة الختامية نقول ندعي أبناء أليمن للانضمام والالتفاف حول الرئيس القايد المقاوم عبد الربه منصور هادي ندعي القبائل للانضمام الميادية البطولة والشرف ندعي القبائل أن ينضمون قبائل حجة قبائل عمران إلى قبيلة حجور قبيلة عذر وكل القبائل تنتفض وندعي الشرعية لمساندتهم وندعي بيادتنا بقيادة الأخ عبد الربه منصور هادي لمساندة المنتفضين داخل المحافظات التي لا زالت تحت وطأة الحوثيين وندعي التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن يولي جهدا وأن يدعم كل القبائل الذي تنتفض وتقرح بنادقها على الحوثي ما هو القبيل يخيب الشغل اللي قاعد عندهمه كل قبائل اللي من اللي بنادقهم تقاره اللي أحد يبخل عليهم بشيء شيخ صالح لنجف العبيدي أحد وجهام شيخ محافظة مارب ومستشار وزارة الأوقاف شكرا جزيلا لك شيخ صالح وشيخ محمد البخيتي أحد وجهاء ومشايخ محافظة الذمار شكرا جزيلا شيخ محمد وشكر للشيخ عبدالله النمش أحد وجهاء ومشايخ قبيلة حجور الذي كان معنا في حلقة اليوم شكرا لمتابعتكم مشاهدين الكرام ونلقاكم ونلتقيكم بإذن الله تعالى في تغطيات قادمة ضمن برنامج مستقبل وطن لمستقدات الأحداث ومتابعة القضايا الوطنية سودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة